يمسيكم الله بالخير وحياكم الله عبر غناتي على اليوتيوب هلو أبريون وولكم باكتو مي اليوم عندنا منتج جديد آن اللي لأمانة أول مرة أسمع عنا الي هو روست ميسرو يسوي كابسولات حق نظام النسبرسو فشفت كثير من الانواع للأمانة في أسواق بندة في السعودية فاحترت بينهم كلهم وبالنهاية قررت اني أخذهم كلهم وأجربهم وخصوصاً إن كان عليهم أوفر برايس فا فا I found a different types In different level of the intensity Different tastes and notes So from the same company which is roost meestro So I plan to purchase all of them to try it one by one to know which one exactly is my favorite فهذا طبعا عساس انه نختصر الوقت هو كله مكتوب made by فصنع في السعودية so it is Saudi brand Saudi made فهذا الشي شدني جدا يعني this really really attracted me to try it فانا ودي الحين اجربهم بس ما ادري ابتدي في شنو قبل لا ابتدي فيها خلنا نشوف الانواع اللي عندنا عندنا الاثيوبيان اوغاندا كولومبيا رواندا وليدي هذي طبعا يعني اصدمتني انه للنساء وعندنا للكولد برو هذي طبعا they recommend you to try it as a cold brew so different each one has different coffee beans and different intensity as well فكل واحدة ايضا الـ level معلها او درجة تحميصها مختلفة درجة تحميص 12 intensity 12 درجة تحميص 10 intensity 10 وهذي درجة تحميص الكولومبيا 9 intensity 9 and rawanda it has intensity 8 والليدي intensity 6 we'll call the brew intensity 6 let us try it by intensity wise فانا راح اروح من الاعلى الى الاقل في الـ intensity او درجة التحميص so i will go from highest to lowest so i will try today the Ethiopian which has the intensity 9 so خلونا نقرأ النوتس مالها يتكون من شنو سهذه كابسولات الاثيوبيان عقب سوريا عبق يملأ شوارع اديس ابابح بالحكايات والموسيقى اللي تمتزج رائحة تلقاه بايحاءات الشوكولاتة فهذا النوتس بايحاءات الشوكولاتة وحلاوة الكرامل بعتقواما تقيل كريمية متوسطة فهذي مكتوب انه medium roast بس انا اشوف intensity 12 يعني بالنسبة لي اشوفها dark roast more فانا يعني they wrote here that intensity 12 but i expected this one will be as a dark roast not a medium roast because intensity 12 is too much for me so Ethiopian so all they are recommended it has registrate 2 isoprisu it has the spokes very unique design like exactly in isoprisu original line and it has for two settings registrate 2 isoprisu so here the Ethiopian coffee capsules combines coffee aroma with hints of chocolates and caramel sweetness it is heavy in texture with a medium creminicin oh يعني creamia that takes you to the streets of it is full of tiles and musical notes so let's see let's unbox it together and we will see how it is being designed from inside as usual all the Nesiprisu capsules has something to click it on the top to open it more nice like this then like that it has a goldish color as you can see aluminium capsules and it's really sealed well you can't you don't see like some coffee on the boundaries I don't want to see any flavor of the it is very nice so here we are the roast maestro their brand and it is being pressurized very very nice فأيضا مضغوطة عبر النايتروجين مثل من انتو شايفين فتصنيحها انا اشوف انه ممتاز لكن الاهم من ذلك مو اهم مننا بصراحة بس طعمها فنشوف يعني الطعم حاليا الجودة ممتاز السيد كل شي الباكينج perfect and now the important things is to taste it فخلونا نروح الحين ونحطها في جهاز الارجينال ونذوق الاثيوبيان الكرياتيست وهادي المشين وراح أحط الكابسولة اللي هي الاثيوبية لذا سنقوم الكابسولة اثيوبية من روست مايسترو روست مايسترو لذا سنقوم بسرعة جدا ونحن لدينا مجرد 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 لتعرف ما نحن مجرد راح أحط الميركب مو خالف راح أحطها جدي حسنا لذا سنقوم بسرعة هنا كما ترى مجرد مجرد ويجب أن بسرعة لذلك بسرعة لذا هذه كابسولة ستكتب ويسأل هذا مجرد 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 وعاو يوجد الكريمة كريمة خطيرة جدا كأنك حاط كابسولة نسبرسو إنه صحيح كما نسبرسو جوب مجرد نذهب الآن نضغط مرة ثانية لنبدأ مجرد لنبدأ مجرد 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 يلا نخلص الحليب نقوم بإخلال مجرد ثم نعود مجرد 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 نشوفها مع بعض واو إنه جيد كريمة ومجرد مجرد كيف مجرد مجرد إلى مجرد ولكن مجرد مجرد أشعر أنه مجرد وهذا الحليب مالنا نضغط بس فهذه النتيجة الأخيرة كابتشينو بطبقة رقو ممتازة كابتشينو بطبقة مجرد من 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 كما ترى لن دعو نجرب مع بعض الروست ماسترو لديه الروست ماسترو إثيوبان إنتنسي 10 لن دعو إنتنسي 10 أو 12 sorry إنتنسي 12 روست ماسترو روست ماسترو صديم 8 و إنتنسي 12 إثيوبان بلند لن دعو إنتنسي أحضر إنتنسي 8 10 10 11 وواو يعني يعني ما أدري شقول تعرفو الطعم توكس لما يكي الشوكولت مع الكرامل بسكوتي نحن نفس الشكل من الكريمة الكريمة ثمه وواوه ثمه نفيد لدي là آب أقل بالنسبة لي من أروع الله 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 واو that's so good perfect 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 I really love it ما شاء الله يعني السعودية أبدعوا في تصنيع هذه النوع Roast Maestro Ethiopian واو Intensity 9 كابسولات ولا بالأحلام بالنسبة لي روعة منافسة شريسة في السوق وتستحق الشراء والتجربة وعادة الشراء والثقة so it's really for me it is the competition now is very good for them to start to like competition between this capsule and the suppressor Starbucks is very huge it's very good and it can also for me attack a lot of brands which is available on the supermarkets because they had or they are providing us with a very unique flavored very strong intensity and very smooth flavor with less acidity so it's really amazing for me and it works very very nice with milk I love it and if you try it please give me a comment and tell me what is your opinion into this one and do you recommend and do you recommend me to try it as a suppressor shot also tell me as longo shot tell me they did not put anything regarding longo so but I feel that this Ethiopian blend will work very very good with longo because it's like that tastes amazing and it swerves very well with milk as well thank you guys for watching my video see you next time with another coffee reviewing tasting video and if you like my video please like and subscribe my channel to see more reviewing regarding Nisipriso or other coffee machines we'll see you on the next one and I'll give you thanks to the viewers and if you like the video like and subscribe to my channel so you can see the more of the new reactions in the future thank you